ثانيا وسائل وسائل الاتصالات الشفوية طبعا أولا كانت الكتابية الحين نأخذ الشفوية طبعا وسائل الاتصالات الشفوية هو الاتصال الذي يتم فيه تبادل معلومات بين المرسل والمستقبل بين المتصل والمتصل به شفاهة أي عن طريق الكلمة المنطوقة لا عملية الكتابة وليس مكتوب هي اتصالات شفوية طبعا هي تسمى باللغة الانجليزية face to face وجها لوجه طبعا هذا الاسلوب يعتبر من أكثر الطرق له ميزاته وله سلبياته لننظر إلى المزايا طبعا أول هذه المزايا هو أكثر الطرق لتبادل المعلومات والأفكار لأنه يحدث وجها لوجه وجها لوجه لا يحتاج إلى وقت طبعا وهو أكثر الطرق لأنه يكون face to face زي عملية الكتابة تحتاج إلى وقت لكتابة لرسال لاستقبال إلى آخره ثانيا أكثرها سهولة وسهل جدا لأنه عملية face to face لا يحتاج إلى وقت لا يحتاج إلى عملية مثلا تنسيق مسبق قد يكون المعلومة سهلة وسهلة للاستقبال طبعا مدام له مزايا له بعض العيوب من هذه العيوب العيوب يعرض المعلومات للتحريف وسوء الفهم طبعا قد تتعرض بعض بعض المعلومات للتحريف للتحريف وسوء الفهم طبعا هناك أنواع وسائل الاتصالات الشفوية أنواع وسائل الاتصالات الشفوية منها المقابلات الشخصية المقابلة الشخصية معروفة لدى الجميع وهي تعتبر إحدى وسائل الاتصالات أو الاتصال الناجحة وتهدف إلى التعرف على الحقائق أو الاقتراحات أو الشكاوي أو التظلم داخل المنظمة لو كان هناك مشكلة لا يمكن أن نعرفها إلا من خلال المكابلات الشخصية والمكابلات الشخصية أيضا هي وسيلة للتعيين إذا أردنا أن نعين بعض الأشخاص داخل المنظمة لموضوع معين أو لقيادة معينة المكابلة الشخصية تفرز عن بعض المعلومات لهذا الشخص المؤهلات والخبرات إلى آخره والوقوف على استعدادات الموظفين وقدراتهم عند الاختيار وقياس مدى استعداد الموظف للتعلم والتدريب كل ذلك يمكن أن يظهر من خلال المكابلات الشخصية فالمكابلات الشخصية هي أحد وسائل الاتصالات الشفوية التي تحدث وجها لوجه الشخص المقابل والشخص المقابل كلاهما وجها لوجه ثانيا المكالمات الهاتفية استخدام الهاتف الجوال النقال تستخدم العمليات ذات المسافات البعيدة ممكن الاتصال من منطقة إلى مناطق بعيدة من وطن إلى وطن هذه المكالمات الهاتفية تعتبر من وسائل الاتصالات الشفوية لذلك ممكن استخدام الجوال في ذلك طبعا هي تختصر الوقت ثالثا الندوات والاجتماعات طبعا الندوات والاجتماعات من أقدم وسائل الاتصالات الشفوية التي تستخدمها المنظمة للتعريف أو للتعارف بين الموظفين أو بين العاملين أو بحضور المستجدات الجديدة لو كان هناك مستجدات يريد العلم بها أو لكان هناك أمور ما يستجد من موضوعات إلى آخره داخل المنظمة يمكن أن تكون من خلال الاستماعات والندوات ويمكن أن تكون أيضا الاستماعات هذه لمناقشة موضوع معين مشكلة معينة داخل هذه المنظمة طبعا المؤتمرات لا تخفى علينا المؤتمرات وهي لا تختلف عن الاستماعات والندوات بشكل كبير حيث تتيح الفرصة للتبادل الأراء والأفكار حيث تكون هناك الأبحاث والمتوصيات والمقترحات والنتائج طبعا المؤتمرات هي وسيلة للتعلم ونقل المعلومات ونقل المعلومات طبعا ثالثا وسائل الاتصالات التصويرية التصويرية وسائل الاتصالات التصويرية التي قد تكون من خلال مثلا التلفاز الأفلام السينمية الصور التي تنشر البوسترات بسمها التي تنشر في المجلات والصحف هذه الوسائل تستخدم الصور أو الرسوم في نقل المعلومات قد تكون الصورة هي وسيلة لنقل المعلومة أنا أشوف بوستر معين من خلال هذا البوستر توصلني معلومة معينة فكرة معينة طبعا أنواع وسائل الاتصالات التصويرية كما ذكرنا إنها التلفزيون الأفلام السينمائية الصور البوسترات هي كل هذه من وسائل الاتصالات التصويرية وسائل الاتصالات الآلية وسائل الاتصالات الآلية ونحن هنا في شكل زي البلوتوث يعني أن هناك شبكة يتم عن طريقها نقل المعلومات بوسائل آلية مثل جهاز تليب رينتر يشبه إلى حد كبير جهاز التليكس نعرف جهاز التليكس حيث تتم بواسطة الرسالة تبعط الرسالة المرادة الرسالة إلى الفروع المختلفة داخل المنظمة حيث يستقبلها جهاز آخر يقوم باستقبال جهاز آخر وثم تبعطها وتوزيعها بالشكل المطلوب طبعا في عنا جهاز التلي رايتر طبعا هذا الجهاز يختلف عن الجهاز الأول هو حيث يتكون هذا من جهازين مرسل ومستقبل ويشبه إلى حد ما جهاز التليب رينتر ويتم إرسال المعلومات بعد كتابتها على لوح معدني يوضع على جهاز الإرسال حيث تنقل المعلومات إلى جهاز الاستقبال طبعا ويتم هذه الرسالة وتوزيعها في عندنا إلكتوغراف إلكتوغراف هو جهاز آخر يستخدم في عملية الاتصالات الآلية طبعا هو جهاز تليفون بدون إيش ذراع أو أرقام يحتوي على صندوق بداخله مكبر للصوت بإمكان المدير المسؤول أن يتحدث من خلاله يعني زي جهاز اللاسلكي جهاز اللاسلكي أو البرامج الأخرى الشبيهة بذلك في عندنا ما يعرف بأنابيب الاتصال هي عبارة عن أنابيب تمدد بين المكاتب المختلفة بحيث تنقل الرسال بواسطة علبة استوانية الشكل بمقاس قطر الأنابيب المركبة وتتحرك العلب الاستوانية التي تحمل هذه الرسالة أو الورق بضغط الهواء يعني أنابيب اتصال داخل المنظمة داخل الأقسام داخل المستويات طبعا هناك الدكتافون يستخدم جهاز الدكتافون كوسيلة للاتصال بين الرئيس والسكرتير وهو عبارة عن جهازين بحيث يحتفظ الرئيس بجهاز عنده والسكرتير يحتفظ بجهاز بضغط زر يمكن أنه يشعر التواصل والاتصال ما بين الطرفين وبالتالي يشكل ذلك رسالة ترجمة نانسي قنقر